حتى المخرج اللي على الحجر صاحب عباس كامل خالد يوسف كتب بص الزعلان عشان المصريين ميقدروش يروح الساحل الشمالي لأنه من أغلى شواطئ العالم فكتب الكلام ده ده خالد يوسف بيقولك بجد ومش تحيز لبلدنا ده واحد من أجمل شواطئ العالم شواطئ الساحل الشمالي بمصر بس يقصر الحلو ما يكملش لأنه واحد من أغلى شواطئ العالم في تكلفة الإقامة والمعيشة لدرجة أني أكاد أجزم أنه لا يستطيع الاستمتاع به إلا خمسة في المية من أهل مصر يا ولد يابتاع الفقر أنت يا حيل والساس خالد المصريين يدوب يقدروا يروحوا شاطئ من شواطئ الإسكندرية اللي ما عادتش رخيصة أو اللي هي قالت بتقول عليها إمي بتقوله الناس والبحر حتى مني الصورة دي بكل تفاصيلها بتقول الناس دي ما بتجيش تتعايا ما بتجيش البحر التعايا ولا تتظاهر باللي عندها الناس دي بتيجي ترمي هموم السنة في البحر يا عم استنى بترمي هموم السنة في البحر وترجع تاني تكمل أحلامها ومعافرة وهي فرحانة وبتستنى مصيف السنة الجاية غالبية الأبطال في المصيف ده إن كان يومين أو أسبوع أو أكتر هم الأمهات اللي عملوا جماعيات من المصروف أو قضوها يومين كل أسبوع بواقي أكل عشان يفرحوا العيال والشريك إننا هنعرف نصيف السنة دي يعني هي بتقول كده وبتقول الصورة دي لسه لسه فيها لمة قرايب وأصحاب بيستنوا من السنة للسنة عشان يعودوا يحكوا حكايات السنة وساعات يتصلحوا وساعات يتخنقوا ويزعلوا زي العيال الصورة دي بتقول عمر حكايات الطبقة المتوسطة ما تخلص ولا تنتهي وانعافرت أو عانت في أيام وليالي الحياة هيقضوها على البحر سندوتشات ولب وزداني ولعب راكت وكوتشينا وأفلام ويرجعوا بذكريات طبطب على الحمول تهونها الصورة دي من ستانلي في اسكندرية ريحة يود البحر فيها بتقول تفضلي يا اسكندرية مارية وطرابك زعفران وميتك عمبر وحطت صورة مع البوست الطويل ده الصورة دي صورة بلاج الغلابة بلاج الغلابة قوي اللي رحين يصرفوا أي فلوس عشان بس يبقوا قدوا السنة بعد كل ده السيسي عايز يكمل فتراته الانتخابية كمان عشان يكمل طحن في طبقات المجتمع فهل يقدر الشعب يتحمل فترة جديدة زي ما كتب حساب باسمعالي وقال لا يوجد شعب هو الراجل بيقول كده لا يوجد شعب خلف السيسي اللي قد دمر السيسي في عشر سنوات الشريحة الكبيرة من الشعب وهي الطبق المتوسطة لن يتحمل الناس فترة أخرى للسيسي المشهد بشكل أوسع شافه الكاتب الصحفي أنور الهواري الأتبر أن العشر سنين اللي فاتوا دول هم أقصى فترة مستمرات من أكتر من سبعين سنة لما جوم العسكر في 23 يوليو 52 تحت الشعار العدادة الاجتماعية ومواجدة الفقر فازداد الفقر عشان يصبح القضية الأولى عند المصريين نشوف كده الجراف ده أنور الهواري وبتكلم في المزيد عن أدت السياسات الإقصادية في السنوات العشر الأخيرة إلى نزع غطاء الستر المادي عن كثيرين من الطبقة المتوسطة كلما زادت من تساعة الطبقات الفقيرة ولم تنقص بعد سبعين عاما من حكم الصورة 23 يوليو 52 التي بررت شرعيتها بالسعي للعدالة ومحاربة الفقر سبعين سنة من حكم زباط الجيش ثم يبرز الفقر قضية أولى في شواغل الناس سواء من الطبقة الفقيرة أو الوسطى الآن يعيد المصريون النظر في تواريخهم الحديثة تاريخ ما قبل وبعد 23 أو 25 يناير 2011 تاريخ ما قبل وبعد صورة 23 يوليو 52 تاريخ ما قبل وبعد صورة 19 المصريين بيتطحنوا بجد بس في ناس تانية عايشة في حتة تانية خالص إنما ده طبيعي في أي مجتمع فيه طبقات غنية جداً وطبقات وسطى شريحة جبيرة بتسند المجتمع وطبقات فقيرة جداً فالمجتمعات العادية الطبقة الغنية قليلة خمسة في المية تقريباً لكن الطبقة له تسندها كبيرة جداً مستورة زي ما قالت الأمر الست اللي بتتكلم طبقة ما بتحقتش على الفوق ولا متضايقة من اللي تحت طبقة بتقدم المجتمع الموظفين والمهندسين والدكاترة وبتقدم لهم العبقرة والمخترعين والفنانين طبقة عايشة مستورة مش مقتوم وسطها الطبقتين اللي تحت دول الوسطى واللي تحت اتطحنوا في عصر السيسي لسه باقي الخمسة في المية اللي بيصرفوا أو الولد عندهم بيصرف تلات تلاف جنيه في اليوم أو البنت منهم بتصرف باليورز أو الدولارز